نبدأ أخبارنا على براجة الله وأخبار الأهل والزمالك دايماً بتكون في المقدمة موسماني بيشكو ضعف اللياقة البدنية لكهرباء كهرباء قبل لقاء ساندونز قاعد مع الراجل وقال له أنا عايز أعرف هو أنا بعيد ليه هل فيه أي مشكلة عندي فنية فالراجل قال له والله أنت بدنياً عندك مشاكل وعلشان تشارك مرة تانية حتى لو بشكل تدريجي لازم توصل لمعدل بدني معين هو ده اللي أنا محتاجه عشان تكون موجود بيتسو موسماني أصلاً ما بيحبش أنه حد يقوله أنا ليه ما بلعبش وليه بلعب وليه زميلي بياخد أكتر مني وأنا ليه ما باخدش زي زميلي لكنه قاعد مع كهرباء لأنه انتشرت إشاعات في الفترة الأخيرة بأنه موسماني خلاص قرر بأنه كهرباء مش هيكون في الحسابات لسه موسماني ما قررش موسماني هيقرر في آخر الموسم لما يقعد القاعدة الأخيرة أو النهائية أو الحاسمة في قصة الصفقات اللي جاية واللي ماشية مين جاي ومين ماشي مين هيكون في حساباته السنة الجاية ومين لأه وبالتالي هياخد القرار وقته ومن كهرباء لعلي معلول اللي كمان طلعت إشاعات كتيرة في الفترة اللي فازت بأنه ما فيش رغبة عنده هو للتجديد لكن ده كلام ليس له أي أساس من الصحة علي معلول أصيب في لقاء باين ميونيخ في كاسة عامل أنديا ومن وقتها هو مش موجود كان فيه كلام كتير قوي على أنه طب هو ليس سفر تونس عشان يتعالج هناك قصة قصة بأنه الراجل يعني متعود على التعاون مع طبيب المنتخب التونسي زائد أنه هو ما كانش عنده مشكلة أنه يكون موجود في مصر لكن الطبيب هنا الدكتور رحمد أبو عبلا هو اللي قال له والله لو أنت عايز تكون موجود في تونس بما أنك هتبقى بعيد عن التدريبات وبعيد عن المشاركات فممكن تبقى موجود في تونس منه تبقى موجود يعني لفترة طيبة عمرها ما هتبقى موجودة في توالي المباريات وفي نفس الوقت تبقى موجود مع طبيب المنتخب التونسي لكن ده مش موضوعنا موضوعنا دلوقتي في المفاوضات القصة هنا هتكون بعد مباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي هيبقى فيه جلسة أمير توفيق مع علي معلول عشان النادي الأهلي عنده رغبة بأنه يمدد عقد علي لمدة ثلاث سنوات هل علي عنده الرغبة؟ آه عنده الرغبة أنه يكمل ويستمر وموجود في النادي الأهلي أكيد لكن بقى مدة العقدة قد إيه والمقابل والحاجات دي كلها لسه ما تمش الاتفاق عليها ويتم الاتفاق عليها زي ما قلت لكم بعد لقاء السوبر وطبعا ما فيش أي كلام زي ما قلت لكم على قصة أنه يعني ما فيش رغبة هنا أو في عروض هناك أو في تشتيت عند دا أو عند ذا ما فيش أي حاجة خالص والأمور هادية تماما ما بين الأهلي وعلي معلول أمور هادية تماما ما بين الأهلي وعلي معلول